موسيقى نشرت أخبار ثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعنوينة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يقر اعتماد استراتيجية عربية للنهوض بكبار السنة ودعم حقوقهم الصحية والاجتماعية الأعلان عن حزمة من القرارات لفائدة البلديات في مجالة الرقمنة والاستثمار وتوزيع أليات ومعدات نظافة على عدد من البلديات موسيقى وقائد الجيش في الجزائر يطالب باتخاذ إجراء دستوري لأعلان شغور منصب رئيس الجمهورية موسيقى تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم موسيقى اعتمد كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في اجتماعاتهم اليوم مبادرة تونسية للنهوض بكبار السنة في البلدان العربية ستعرض لاحقا على أشغال القمة التي سترفع لها أيضا مقترحات أخرى تتعلق بالشأنين الاقتصادية والاجتماعية في الاجتماع التمهدي لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية تم اعتماد مبادرة تونسية للعناية بالمسنين سيقع رفعها إلى القمة في شكل استراتيجي ترمي إلى دعم الحقوق الصحية والاجتماعية لكبار السن وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القمة محمود الخميري الخطة العربية للنهوض بكبار السنة فيها حاجة تم الإسكان والتعمير في حاجة قدمتها العراق في تجنيد الأطفال من قبل تنظيم الدعش الرهابي تم كذلك خطة عربية لبعتك الأسباب الاجتماعية المؤذية للرهاب ومن القضايا العربية المتروحة على جدول أعمال القمة الثلاثين القضية الفلسطينية حيث شدد الناطق الرسمي باسم القمة أن قمة تونس تسعى إلى إعادة الاعتبار إلى القضية الأم بالنسبة لتونس تم تهميش القضية وهذا لا يخفى عن أحد من خلال بسبب الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية هذه فرصة ستحرص تونس على إعادة الاعتبار للقضية الرئيسية القضية المركزية بالنسبة لكل العرب وفيما يتعلق بالملف الليبي توقع احتضان تونس لاجتماع دوري حول التسوية السياسية في إطار ليبي ليبي عشية عقاد القمة تعرفون أن هناك مبادرة تونسية سيطرة جمهورية وصارت مبادرة ثولة فيها مع الشقيقتين جزائر ومصر وكان هناك اجتماع أخير في مارس ستة مارس على هامش اجتماع مصر الجامعة في القهرة وتم إصدار بيان للتأكيد على أهمية تسريع التسوية السياسية في ليبيا في إطار حوار ليبي ليبي بعيدا عن كل تدخل خارجي وفتحت مظلة المتحدة وجدد الناطق الرسمي باسم القمة في الندوة الصحفية على أن مسألة استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية ليس رهين موقف تونس فحسب بل يحتاج إلى توفق عربي وعلى جدول أعمال اجتماعي كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحذيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أنظروا في ملف مؤلف من أحد عشر بندا من ضمنها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك قدمت تكاتلات الاقتصادية العربية ضرورة ملاحة للنهوض أكثر بالتنمية الشاملة في البلدان العربية وهذا بمواصلة العمل على تطوير الإطار القانوني المنظم لمنطقة التجارة الحرة العربية وذلك خلال اجتماعي كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحذيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الآن نحن نضيف في موضوعات أساسية لاستكمال منطقة التيار الحرة العربية وأجزنا جملة من الغرارات التي تمكن هذه المنطقة أنها تكون فعلا منطقة حرة عربية تغودنا إلى مرحلة الاتحاد الجمهوركي العربي الموحد أو المنطقة الجمهوركية العربية الموحدة فيما يلي الكهرباء نحن أيضا نسعى إلى سوق عربية مشتركة للكهرباء والآن خطونا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه بتوقيع اتفاقية لمزاكرة التفاهم وقعات 17 دول العربية التزمين باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى طبيعي في بعض الخروقات من بعض الدول العربية وخلال لجنة التنفيذ والمتابعة بالجامعة العربية بالكاهرة تم الاتفاق على آلية بتوصل للمعاملة بالمثل كمان يكون فيه سوق عربية مشتركة ونبطل فيه قيود بيننا وبين بعض وعلى طاولة النقاش ترحت مسائل اقتصادية أخرى منها ما انتصل بما تم من تغيير في قواعد المنشة بشكل سيرفع من نسا بنفس المنتوجات العربية إلى الأسواق العربية صوص وضع اتحاد جمهوركي عربي بين بلدين هذا هو ما انتال الشي اللي قاعدين يكون فيه متقدمين بخطاء ثابت ان شاء الله وقاعدين زادة كذير لتحكس حول تحرير قطاع الخدمات يعني عديد المواضيع مطروحة وقاعدة التطور الاجتماع التحذري درس أيضا جملة من المقترحات متصلة بعدة مسائل منها انشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية ووثيقة وموقف الدول العربية في مفاوضات التغييرات المناخية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكن والتنمية الحضرية المستدامة فلا شك أن دعم الاقتصادي الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال التي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب حاصلة النقاشات خلال الاجتماع اليوم سترفع مشاريع قرارات إلى اجتماعات وزراء الاقتصاد والتجارة المقررة يوم الخميس القادم وتسعى الدول العربية إلى تكامل اقتصادي وحسن من المستوى المعيشي لسكان هذه الدول رغم أن هذا الاندماج شهد عديد الصعوبات والمعوقات التي نتعرف على أبرزها من خلال هذا التقرير تتوسط المنطقة العربية التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي العالم وتنعم بموارد طبيعية مهمة وبزاد بشري يمثل الشباب سبعين بالمئة منها ثراء لم توظف الدول العربية من أجل تكامل اقتصادي تحثر العرب في تحقيقه رغم المقاومات التي يتوفرون عليها وفق المحللين الاقتصاديين والباحثين في العلاقات الدولية والاقليمية فبعد أكثر من أربعة عقود من برام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وبداية التعاون الاقتصادي العربي المشترك في إطار المجلس الاقتصادية فإن حركة التجارة البينية العربية لم تتجاوز عشرة بالمئة من إجمال التجارة الخارجية العربية وفق تقارير صحفية وهو ما يطرح أسئلة بخصوص أسباب ضعف التجارة بين البلدان العربية سيما وأن هياكل تم أحداثها من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية كالجامعة العربية وصندوق النقد العربية ويرى الخبراء أن فشل محاولات تكامل الاقتصادية له أسباب اقتصادية مثل افتقار الدول العربية لصناعات تحويلية لها قيمة مضافة ومحدودية نسب النمو وانخرى من موازنات المالية في عدد من البلدان العربية فضلا عن أسباب سياسية تتمثل بالأساس في غياب مفهوم الديمقراطية عن العقل السياسي العربي وهو ما جعل الشعوب العربية غائبة عن الفضاء العامة وبالتالي مغيبة عن رسم سياسات اقتصادية تكاملية من دعامتها من ناحية حرية تنقل أشخاص ما زالت تحكمهم تأشيرات دخول البلدان العربية والخروج منها وتنقل رؤوس أموال عربية ما زالت القيود أمامها عديدة من ناحية أخرى المأمول إذن من القمم العربية التي أصبحت تشكل محافل للالتقاء والمجاملات الدبلوماسية حسب المتابعين للشأن السياسي العربية أن تركز على معالجة المسائل الاقتصادية والاتفاق على آليات لتنفيذ القرارات ومع انطلاق الاجتماعات التحذيرية لدورة 30 للقمة العربية بتونس والتي تنعقد في ظل واقع عربي هزت بعض بلدانه أزمات وعواصف سياسية وأمنية تتباين أراء الشارع وانتظاراتهم من القمة ملفات عديدة تناقشها القمة العربية التي تحتضنها تونس ملفات خطت عنوينها أوضاع وأزانات تعيشها المنطقة آمال في رفع أبرز تحديات وانتظارات تبينت في شأنها الأراء فيما يشهر آخرون معلومة تنظيم تونس لهذا الحدث في باليش اللي تونس تحتضن القمة العربية؟ اسمعت منك؟ نأمل أن يحكيوا على فلسطين يجب دو فلسطين خطر قضية مهمة على الأخر إن شاء الله يلقوا الحل ثم ملفات صعيب برشة بشي يلقوا لهم وحلول فإن شاء الله يا رب يوصلوا الحل رؤساء معناها محنكين ورؤساء معناها عندهم الكاريزمة ينجموا وتوصلوا الحلول بها إن شاء الله يوضفوها إلى استثمارات المواطنين انتظاراتهم كبيرة ولكن عمليا والواقع لا يشي بذلك وقع عربي يرى بعض المتابعين أنه يضع صقفا محددا لتطلعات الشعوب العربية وانتظاراتها من القمة فيما تتخذ بعض الآراء الأخرى منحا إيجابيا سيما في بعض الملفات كالإرهاب والاقتصاد عندما نريد أن نكون واقعين لن ننتظر كثيرا من هذه القمة هناك اليوم قضايا عالقة وخطيرة تحتاج مجهود عربي مشترك منها قضية مكافحة التطرف العنيف اليوم ستكون مسألة التطرف العنيف في المنطقة العربية مطروحة بشدة على طويلة نقاشات القادة العرب وأعتقد أنه ربما سنخرج بورقة عمل مشترك المنح الاقتصادي أيضا هذا هام وهم جدا لأنه إلى الآن لم يتم تفعيل اتفاقية أجادير بطريقة مثلة نحن اليوم في تونس ربما عنا مبادلات تجارية مع العديد من الدول العربية ولكنها لا ترتقي إلى المبادلات الهامة اليوم تونس تسعى باستقرارها ربما السياسي وأيضا كاديمقراطية أنها تستقطب الاستثمارات من هذه الدول قمة يأمل الجميع أن تحمل مخرجتها نتائج عملية تدعم وحدة الموقف والمصير العربي وأن تكون قمة توافقات وتحقق المصالحة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي وقد اختتمت اليوم فعالية المؤتمر الأعلام الثاني للترويج لإنجازات منظمات العمل العربية المشاركة الذي امتد على ثلاثة أيام وسعى إلى التعريف بهذه المنظمات التي تلعب دورا هاما في مجالات التنمية والاقتصاد والسياحة بالمنطقة العربية تعريف المواطن العربي بإنجازة وأنشطة منظمات العمل العربي المشترك دون التركيز على الجوانب السياسية مع التأكيد على دور الجميع العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية نقاط طرحت خلال المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات ومنظمات العمل العربي المشترك حاولنا بقدر إمكان أن نصلط الضوء على جوانب أخرى مشرقة في جامعة الدول العربية وفي المنظمات العربية المتخصصة الجوانب الاقتصادية، الجوانب الصغافية، الجوانب الاجتماعية فهذا المؤتمر هو الهدف الأساسي هو يعرف ويروج لإنجازات هذه المؤسسات المؤتمر فيه عدد زي ما وضحت عدد من الجلسات عن التعليم وإحتياجات سوق العمل عن الزراعة الزكية في الوطن العربي عن الإعلام الحديث والاقتصاد الرغمي ممثل بعض هذه المنظمات أكدوا نجاعتها في خدمة العمل الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة العربية الأكاديمية صرح عربي متميز في التعليم والتدريب البحري باللاقي أفضل أنواع وجود التعليم في هذا المجال في الأكاديمية العربية كله يعني بيؤكد على أن هذا الصرح العربي صرح ناجح وثمرة ناجحة من سمار العمل العربي المشترك وقد تم الخروج في اليوم الختامي لهذا المؤتمر بعدة توصية في مجالات مختلفة ستعمل المنظمات التابعة لجميع الدول العربية على تنفيذها بالتوصيات في مجالات حيوية مجالات الزراعة مجالات المياه مجالات الصناعة مجالات التجارة الحربين البلدان العربية سنفزها منظمات كل منظمة في المقصة بتوفير الإمكانيات الموجودة إذا كانت بشرية أو حتى كانت مادية في هذا المجال كما انتظم بالتوازي مع هذا المؤتمر الآلامي معرض للتعريف بمنظمات العمل العربي المشترك وأبرز أنشطتها قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكى اليوم بخصوص موضوع الجولان إنه من اللحظات الأولى تم الفصل بين الموقف من الأزمة السورية وتطوراتها وبين موقف الجامعة العربية من موضوع الجولان تأييد العربي لسورية الجولان هذا تأييد واضح لا لبس فيه على الإطلاق والأمين العام عندما تحدث أعتقد أنه كان يمثل كل العرب عندما قال أن القانون الدولي لا تصنع دولة واحدة القانون الدولي هو لا يعترف بشرعنة الاحتلال لا يعترف باستلاء أي دولة على أراضي الغير بالقوة لأن هذا هو مثاق الأمم المتحدة نرفضنا لهذا التوجه الأمريكي والقرار الأمريكي انتظمت اليوم بمقر النقبة الوطنية للصحفين تونسيين ندوة للتنسيقية تونسية من أجل فلسطين دعما للشعب الفلسطيني ندوة عن فلسطين والأمن القومي العربي هي قمة المجتمع المدني المنعقدة بمقر النقبة الوطنية للصحفين التونسيين تزامنا مع انعقاد القمة العربية تظاهرة إعلامية ثقافية دعما لفلسطين بتنظيم من التنسيقية التونسية من أجل فلسطين بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدنية وسفارة دولة فلسطين بتونس قبل انعقاد القمة العربية باش نوجه رسالة ان القضية الفلسطينية ما تتنسيش وان التعامل مع القضية الفلسطينية بعلاقة بمختلف الدول العربية قاد مختل لفائد اسرائيل موقفنا واضح بالرغم من كل التهديدات وكل الوعيد اللي أطلقوه علينا وكل المقاطعات والخنق الاقتصادي تم رفضها رفض مطلق وإعادتها لصاحبها وسوف يفشل ترامب صفقة القرن وأهداء ما لا يملك لمن لا يستحق من قبل ترامب واجهها المجتمعون اليوم بمقضي نقابة الصحفيين برسائل للقادة العرب وللضمير العربي والصحفيين بأن لا تصبح القضية مجرد خبر عادي في وسائل الأعلام كثير من قصص النظام على وسائل الأعلام يعني أن العمل على أبرازها سيما وأنه اللوبي الصهيوني في العالم يحاول من خلال وسائل الأعلام النافذة إلى تمسى القضية الفلسطينية وعلى الأعلام العربي أن يقوم بدوره في هذا المجال ضرورة استعادة القضية الفلسطينية موقعها من اهتمام الإعلامي والسياسي ووقف النزيف الحاصل ووقف الانتهاكات والاحتلال وموجة اللهفة على التطبيع التي تأتي في مرحلة خطيرة وخطيرة جدا وفي ظل سياسة البلطجة وسياسة الغطرسة وقد توجت الندوة بتلاوة بيان التظاهر الداعي قادة الدول العربية المجتمعين في تونس إلى إعادة الاعتبار للقضية العربية وتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني تلتها وقفة تضامنية أمام مقر النقابة الوطنية لسعفين التونسيين دعما للشعب الفلسطيني وفي الشقيق الجزائر طلب قائد الجيش الفريق أحمد جيد صالح اليوم باتخاذ إجراء الناد السوري لإعلان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاجز عن مواصلة تولي منصب الرئاسة وتعى جيد صالح خلال حديثه لضباط من الجيش بثته قناتان خاصة إلى موقف موحد لحل الأزمة التي أطلقت شرارة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ أسابيع وقال جيد صالح إن الحل سيستند إلى المادة 102 من الدسور وتسري هذه المادة في ظروف معينة مثل تدهور صحة الرئيسة والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدسوري رسميا أن بوتفليقة عاجز عن مواصلة مهامه وهو قرار يتعين أن يقره مجلسها البرلمان بأغلبية الثلثين وبمقتضى المادة 102 يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تتجاوز 45 يوما وذكرت قناة البلاد التلفزيونية الخاصة أن المجلس الدسوري عقد جلسة خاصة بعد تصريحات قائد الجيش أعلن رئيس الحكومة أعلن رئيس الحكومة يوسف شاهد لدفتتاح لقاءنا تحت شعار من أجل بلديات فاعلة في التنمية المحلية أعلن عددا من القرارات لفائدة البلديات كما أشرف على توزيع 534 آلية ومعدات نظافة على عددنا من البلديات من أجل بلديات فاعلة في التنمية المحلية وعبر قرارات جاءت لتحسن الأداء البلدي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن 12 قرارا لفائدة البلديات في مجالات الرقمنة والاستثمار والمعدات والموارد البشرية من أهمها إدراج صندوق اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020 الترفيع في مبلغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 10% سنويا اطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية لتكون منصة لربط الصلاة بين البلديات وإصدار أول عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية تمكين بعض البلديات من عقارات على ملك الدولة في انتظار توفير الاعتمادات المالية وتسويتها بالتفويت بالدينار الرمزي عبر إصدار قانون في الغرض كذلك انطلقنا في أعداد خطة ثلاثية للإصلاحات المالية الممكن إقرارها لفائدة الجماعات المحلية بقوانين المالية للفترة 2021-2022 وإحداث لجنة إصلاح لهذا الغرض تتكون من وزارة شؤون المحلية ووزارة المالية ووزارة تملك الدولة ورئاسة الحكومة رابعا تركيز الهيئة العليا للمالية المحلية في أجل أقصى موفى شهر جوان 2019 أيضا نعلن اليوم عن البدء في استغلال منظومة المضمون الإلكتروني لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية وهي كلها بعدما تم فتحها منذ فترة لوزارة التربية قرارات رافقها توزيع عدد من الآليات والمعدات لفائدة البلدية تشمل 534 آلية موزعة على 158 بلدية بقيمة جملية تناهز 90 مليون دينار عموما هناك 3000 مليون دينار استثمار معناها بلدي في 3-4 سنوات هذومة من 2016 إلى 2020 هناك أيضا استثمار في الآليات شفتوا اليوم وزعنا أكثر من 534 آلية آلياتنا توزع وأخرى قدر عددها بـ 330 آلية نظافة برمجت للإقتناء لفائدة 86 بلدية محدثة سيتم توزيعها في السوداسي الثاني من 2019 ترفيع في نسبة المعدات ليش؟ بش نتزاوج مشاكل الفضلات اليوم تعرفوا أن الفضلات ونعطي الأرقام معنا قرارة 250 ألف تن موزعة على جملة من البلديات بلديات قائمة وأخرى محدثة اجتمع ممثلها في لقاء الجماعات المحلية الذي يتواصل على مدى يومين بعد قرارات واتفاقيات وقع إمذاؤها بين عديد الجمعيات والجامحات وفي علاقة باللشان البلدي دائما نلتقى رئيس الجمهورية البجي قيد السبسي اليوم بقصر قرطاج وفدا عن بلدية قرطاج ونادي حنبعل مرفوقين بوزير الثقافة وثلة من إطارات وزارة الشؤون الثقافية وفي تصريح عالمية فاد زياد الهاني رئيس لجنة الثقافة ببلديات قرطاج أن اللقاء مع رئيس الدولة مثلا مناسبة لتقديم مشروع النصب التذكري للقائد القرطاجن حنبعل إعادة لاعتبار هذا القائد العسكري الفذ وتكريما لرموز تونس وقدم النحات الهاشمي مرزوق مجسما لتمثال المزمع إنجازه بالإضافة إلى مكونات المشروع الذي ستتولى رئاسة الجمهورية الإشرافة على تنفيذه تشرفنا اليوم بمقابلة سيدة رئيس الجمهورية عرضنا عليه مشروع إقامة النصب التذكري للقائد القرطاجن حنبعل في لمسة ممتع وفاة بها القائد اللي صنع الجزء كبير من الأمجات متع تونس ومن أحلى وأقوى الفترات في التاريخ متاعها سيدة رئيس قبل أنه هو اللي يشرف على العملية في هذه اللي فيها إعادة الاعتبار لهذا القائد طلب ميهنيو قطاع الألبان خلال ندوة صحفية مشاركة بالتعشيل بالمرشع الحينية للأسعار لإنقاذ منظومة الألبان من نجهته هدد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري باتخاذ قرار حاسم خلال الاجتماع المنتظر عقده في العاشر من أبريل المقبل قد يصل إلى وقف إنتاج الألبان في ظل تواصل مواصفه بتجاهل الحكومة لمطالبهما في ظل تدني مردودية منظومة الألبان وتواصل مواصفة بتجاهل الحكومة لمطالب الفلاحين هدد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يحيى مسعود باتخاذ قرار حاسم خلال الاجتماع المنتظر عقده في العاشر من أبريل القادم قد يصل إلى وقف إنتاج الألبان مطالبا الحكومة بإقرار زيادة فورية لا تقل عن 200 ملي في سعر اللتر الواحد لتغطية الخسائر التي يتكبدها الفلاحة نحن نرى في رمضان اليوم بالموجود من التعاطي الحكومي أنه ثم 30 مليون قرابة معناها 60 مليون دينار تونسي بزماني ميات ملي دعم في الإطرة وممكن أكثر بتدعي دينار ونشوفه في أنه الحليب التونسي غير موجود في رمضان 2019 رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمد العيفي من جهته طالب بضرورة الإسراع في إقرار الزيادة المخصصة لمراكز التجميع للحفاظ على هذه المنظومة حسب تقديله مناش طالبية يعطينا هذا الغطو ومن ساعة سعفرج نحن نعطينا طالبية 90 مليون لأننا عن الدراسة عملناها وثيبتها متأكدة كلفة بتاعة التجميع 180 مليون على منها 90 نحن نزلنا في حاجة 90 مليون أخرى لنغطوا كلفة 23 مليون لتر فقط هو المخزون الحالي من الحليب أي بنسبة تراجع تفوق 50% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 17 و2000 وهو ما يؤكد وفق رئيس الغرفة الوطنية لمصنع الحليب أن المنظومة في أسوأ حالتها اليوم الحلول المطلوبة نحن قعدنا نحكيه مع الحكومة ومع الوزارات من أكتوبر ونحن مبدئيا متفاهمين بش نزيده السعر على الأقل 180 مليم 110 مليمات للفلاح و70 مليم للمصنع حيث معناها السعر يولي يكون من 1120 إلى 13 مية وهذا معناها رهو حليبنا أرخص حليب ورهو هذا ليست زيادة كما قلنا رهو هذا رهو تعويض للخسارة وأمام هذه الوضعية التي تنظر وفق الهيكل المهنية بأزمة حقيقية فإن الحل يبقى في ضرورة تعديل الأسعار على مستوى كامل حلقات المنظومة صدق مجلس نواب الشعب خلال أشغال الجلسة العامة الصباحية على مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بن زرتا مشروع القانون المصادق عليه في مجلس نواب الشعب والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرد المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية بن زرتا سيشمل عشرين معتمدية وسينتفع به أكثر من مائة وسبعين ألف ساكن بالقرى والتجمعات السكنية في أرياف بن زرتا القرد هذا هو من القرد من صندوق التنمية السعودي على عشرين سنة مع خمس سنوات مهال نسبة الفايدة زوز في المياه تقريبا مئتين وخمسين مليون دينار انطلقنا في الاعداد للمشروع هذا قبل المصادقة وحدة التصرف حاضرة طلبات العروض جاهزين إن شاء الله نقوم في نهاية تشار هذا وخلال أشغال الجلسة العامة أثار عدد من النواب عديد الإشكاليات التي واجهها بعض المتسكنين في مناطق مختلفة من البلاد أبرزها ما يتعلق بأعطاب شبكات التزود بالماء الصالح للشرب المنجزة من طرف الجمعيات المائية الماء الصالح للشرب يأتي عن طريق الجمعيات المائية هذه المنظومة باستثناء بعض الاستثناءات أثبتت عدم جدوة لم نقل فشلها الذريع في تحقيق الأهداف المعنى منذ التكوين المنظومة هذه قلنا يجب أن نحسنها ما لو حواش ففي مجالة المياه الجديدة مشروع مجالة المياه إن شاء الله يتعرض قريبا على المجلس هناك باب كامل يُعنى بالمجامع المائية وإسلاحها وإدخال ناس مهنين كل مجمع مطالب أن يشغل ناس مهنين ومكلف معنيين ومسؤولين وقدرين أنهم يحكموا التصرف وأكد وزير الفلاحة أن الوزارة ستواصل العمل على توسيع منظومة الماء الصالح للشرب ليشمل مختلف المناطق الليفية في الجهة الداخلية مشيرا إلى أن تونس حققت اكتفاءها من مخزون المياه في السدود ما يتطلب حسن التحكم في هذه الموارد استعرض محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال اللقائه اليوم بقصر قرطاج رئيس الجمهورية البجي قايد السبسي أوضاع الماليات العمومية والمؤشرات الاقتصادية الراهنة للبلاد وأكد العباسي في تصريحا إثر هذا اللقاء أنه قدم لرئيس الجمهورية القوائم المالية للبنك لسنة ثمان عشرة وألفين وتقرير مراقبية المحاسبات أو الحسابات انطلقت أشغال النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادية الافريقية المنتدى يهدف إلى إبرامي شركات في مجالة اقتصادية مختلفة وتذليل جميع العراقيل أمام حركة البضائع والبشر والاستثمار في أفريقيا بعد عاما وللمرة الثانية على التوالي تنعقد وشغل النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي الافريقي في تونس المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من ثمانين شخصا من الفاعلين الاقتصاديين من سبعة عشر بلد افريقيا يرمي القائمون عليه إلى أن يفذي إلى إبرامي شركات اقتصادية والتنزيل على أرض الواقع خاصة وأن القارة الافريقية تعد بمثابة خزان النمو العالمي من خلال المجلس الأحزاب الافريقية ممثل في واحد من أهم أجنحته المجلس الاقتصادي الافريقي نزع حقيقة لتحريك الشعوب، تحريك الأحزاب السياسية، تحريك الحكومات نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي نحن تقريبا عنا معنا عدد كبير من التفاقيات سواء كان السوق الافريقي المشتركة سواء كان مختلف الفضاءات الاقتصادية، الفضاءات الحرة بين مختلف الدول الافريقية ولكن التفعيل، التفعيل هذا نحن إن شاء الله اليوم خلال لقاة متعنا نحاول أنه كيفاش أنه معنا نكون نساهم في تفعيلها ونقدم خطوة قدام كما يتفق الخبير الاقتصادي ريدا الشكندالي والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة ريدا السعيدي بأن الوقت قد حال للولوج إلى السوق الافريقية باعتبارها سوقا واحدة سحيح تم مراكمة للمبادرات وفيه خاصة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني باتجاه أن العمق الافريقي يتحول إلى فرصة للاقتصاد التونسي بدلها من الآن التفكير ماليا في التغلغل في أدغى الافريقيا خاصة على مستوى المؤسسات المالية والتفكير بربط شبكات الطرقات البري والبحري والجوي لمزيد التواصل معاته البلدان وتنمية الصادرات التونسية النسعة الثانية للمنتدى الاقتصادي الافريقي والتي تتخللها لقاءات ثنائية بين رجال أعمال تونسيين ومضرائهم من إفريقيا من المعملين تخلص أشغلها غدا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية بين الشركات التونسية ونظراتها من إفريقيا تعزيز دور المرأة الريفية الحرافية في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكشف عن أهم الفرص المتاحة التي من شأنها أن تدعم مشاريع الحرافيات في المناطق الداخلية مثلت أبرز أهدف ورشة العمل حول تعزيز دور المرأة الريفية الحرافية في إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تهدف هذه الورشة إلى البحث في أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المرأة الريفية الحرافية وإحنا هدفنا في هذه الورشة أنه نساعدها ونعرض لها تجارب حقيقية وواقعية تمكن تتلمس طريقها من بعدها في إنشاء هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تعزيز دورها في العائلة وتمكينها وحدنا الفقر الورشة شكلت فضاء للتحاور وتبادل الخبرات بين الحرافيات المشركات من مختلف الدول العربية اليوم مبسوطة أني سألتقي معظم أو عدد كبير من الحرافيات على مستوى الوطن العربي لنتبادل الأفكار ونتبادل المجالات الحرافية ونعزز بعضنا ونعزز دور المرأة في المجتمع أنها تكون منتجة نحن كمدربين للحراف اليدوية نخصص جزء كبير من تدريب السيدات وخصوصا المرأة الريفية لتنهض وتصل إلى مستوى راقفي الإنتاج ممكن أنها تعيل نفسها وتعيل أسرتها ورشة تنظمها لمدى ثلاثة أيام وقد أشرف على انطلاق أشغالها وزيراء السياحة وصناعات التقليدية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السل وأكد ضرورة دعم أليات التسويق والترويج للحرافيات نشوفها في فكرة بلاتفارم التي تأخذ كل منتجات وهي التي تسوق تفهم على الحرافيين والحرافيات وهي التي تسوق بالمثال معناها مديرن على الإنترنت مزيد دعم المرأة في الوسط الريفي من خلال برنامج رائدة وهو التمكين الاقتصادي للمرأة واليوم تواعنا أسبوع تم العمل على إسناد أكثر من 3155 مشروع لفائدة المرأة في الوسط الريفي وأكد المشاركون أهمية تشجيع المؤسسات التمويلية على دعم مشاريع المرأة الريفية الحرافية وتخصيص حصة من خدماتها البنكية للمشاريع النسائية تم اليوم توقيع اتفاقية اقتراض داخلي من البنوك المحلية بنحو 1230 مليون دينار وشارك في هذه العملية 12 بنكا محليا أبرمت وزارة المالية اليوم اتفاقية قرض بالعملة الصعبة مع 12 بنكا محليا بنحو 356 مليون يورو أي ما يعادل 1230 مليون دينار تسدد على ثلاث سنوات وسيوجه هذا القرض لتعبئة الموارد لميزانية الدولة هي موارد متأتية من الدخارة الغير مقامين في تونس اللي هم مجهود البنوك التونسية استطاعوا أنهم يعبوا هذا الإدخار وتم توظيفه لتمويل الميزانية وهذا شكل من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط ومن حيث الكلفة ومن حيث أن نسبة الفائدة هذه موجهة لبنوك تونسية ولنشاط بنوك تونسية وتبلغ نسبة الفائدة لهذا القرض 2.25% بنسبة لإغلب البنوك وبنسبة 2.5% لبنك وحيد باعتبار تزديد مبلغ القرض ضفعة واحدة بعد ثلاث سنوات وقد شارك بنك تونس العربية دولي بنحو 150 مليون يورو في هذه العملية من جهته اقترح رئيس الجماعة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون الضار مثل هذه القروض سنويا كما دع الحكومة اللحاث مجلس نواب الشعب على تسريع في المصادقة على عدد من المشاريع باعتبار أنها ستساهم في دعم قدرة البنوك التونسية على توفير هذه الموارد من العملة الصعبة قانونين همين من شأنهم يدعموا موارد العملة الجنبية وأنها تضخ في البنوك التونسية وتستعمل في ذاتي القصد التواطن التونسي هم أولا قانون العفو الصرف ثانيا هو السماح لكل تونسي بأفواب لأن يكون له حساب بالعملة الجنبية فمن يفتح للبنوك وضع فيه ما يجده من عملة الجنبية هذما قانونين وقت مصدق عليهم لكي يساهموا في تدعيم السيولة الباكية وفي تومير الاقتصاد والاستثمار وتعتبر هذه المرة الثانية التي تنجأ فيها تونس للاقتراض الداخلي بالعملة الصعبة من البنوك المحلية عملية مكنت من توفير نحو نصف موارد الاقتراض الداخلي المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 19-2000 وقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سبع اتفاقية إطارية مع عدد من المؤسسات البنكية والمالية وذلك في إطار خطة عمل مشاركة تهدف إلى مزيد الحوكم الرشيد ومكافحة الفساد في القطاع المالي والبنكي بما من شأنه أن يحدى من مخاطر تمويل الإرهاب والطبيض الأموال من أجل تعزيز دور القطاع البنكي والمالي في النهوذ بالاقتصاد الوطني وقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية إطارية مع سبع مؤسسات ناشطة في القطاع المالي والبنكي وهي اتفاقية تنظف إلى اتفاقيات تم توقعها سابقا مع البنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وذلك في إطار خطة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص صحيح هناك ملفات هناك شبهات فساد بالعشرات وربما بالمئات التي تهم القطاع المالي والقطاع البنكي هناك خسائر بألاف المليارات كبدها الاقتصاد التونسي منذ سنة 2011 بصفة معناها خاصة وحتى قبله ولكن بدأ يتصاعد الخطر هذا خاصة مع جرائم طبيض الأموال الآن بالاتفاقية هذه القطاع الخاص والعام بشيخد مع بعضهم ونحن اللي نأكد عليه بصفة خاصة هي المقاربة الوقائية هل منظومة هذه تعتبر مكون أساسي للارتقاء بأداء القطاع المالي التونسي لأنه اليوم الحوكم الرشيدة هي إحتى مكونات التصرف الإيجابي اللي يمكن من أن المؤسسات تكون عندها أكثر صلابة مالية تكون المعاملات متاعها أكثر ربحية وتكون صورتها سواء في تونس أو في الأسواق المالية العالمية جاذبة للمستثمرين ووفقا للمهنيين فإن مثل هذه الاتفاقيات ستوفر الأرضية القانونية لتركيز آليات مكافحة الفساد في جميع البنوك والمؤسسات المالية عبر استراتيجية تنبني في أهم نقاطها على تكوين العاملين في كيفية دراسة المخاطر المالية وكشف شبهات الفساد وتدعيم الحوكم الرشيدة عن طريق الفصل بين الإدارة وملكية رس المال وعن طريق إدخال مشاركين في ملسل الإدارة يكونون لا من ممثلين رس المال يكونون من الخبرات المعترف بها وشملت الاتفاقيات كلا من المجمع العام للتأمينات والجامعة الوطنية لمؤسسات التأمين والبريد التونسي وبورصة الأوراق المالية بتونس وجمعية وسطاء البورصة والتونسية للمقاصة والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال نختم مشاهدين الكرام بالرياضة إذا وقيمت اليوم الدفعة الثانية من مباريات ثم النهائي كأس تونس لكرة القدمة والتي أصفرت عن تأهل كل من الاتحاد المنستيري والملعب الجابسي وقواف الجفصة والاتحاد بوسالم لدور الثمانية تم كان الاتحاد المنستيري من قلب تأخره بهدف أمام مضيفه اتحاد بن جردان إلى انتصار بهدفين لهدف ليبلغ أبناء لسعد الدريدي ربع نهائي كأس تونس فرغم مبادرة اتحاد بن جردان بالتشجيل عبر البرازيلي جيل باهية من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين فقد نجح الاتحاد المنستيري في العودة في النتيجة بإدراك التعادل في مناسبة أولى عن طريق هدفه على العمر في دقيقة الثالثة والستين قبل أن يواقع رفيق كابو هدف الفوز قبل النهاية بأربع دقائق مهديا تذكيرت العبور لفريقه الذي سيضرب موعدا مع الترج الرياضي في دور الثمانية وفي مباراة ثانية حل الملعب الجبس ضيفا على هلال المساكن المنتمي للرابط الثالثة في لقاء انتسم بالتوازن بين الفريقين إلى حدود دقيقة الثامنة والثمانين التي جاهدت حصول الملعب الجبس على ضربة جزاء تكفل بمهمة تحويلها إلى هدف على يدي نكمش واضعا فريقه في ربع نهائي دور بلغه أيضا فريق قواف القفصة إثر تجاوزه عقبة مستقبل سليمان في لقاء وضع خلاله أيمن الزين القوافل في المقدمة في الدقيقة الحادية والعشرين وفي الدقيقة الثالثة والثمانين أعاد ماهر بولابيار المباراة لبدايتها بالتجيلي هدف التعادل ليحكم على الفريقين بالالتجاء للأشوط الإضافية التي لم تأتي بجديد وهو ما يعني أن الفصل سيكون بضربة الجزاء ركلات كان بطلها حارس قواف القفصة منتصر الكلاب بتصديه لركلتين مقابل نجاح زملائه في تجيلي أربع ركلات ليلحق الفريق بركب المتأهلين كما صنع اتحاد بو سالم الحدثة في ثمن النهائي بتأهله على حساب شبيبة القيروان بضربات الجزاء فيما تختتم مباريات هذا الدور الثلاثاء القادم بإجراء مبارتي الملعب التونسي ونادي سفيقسي ونادي الافريقي ونجم المتلوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجميع دول العربية يقر اعتماد استراتيجية عربية للنهود بكبار السن ودعم حقوقهما الصحية والاجتماعية الأعلن عن حزمة من القرارات لفائدة البلديات في مجالات الرقمنة والاستثمار وتوزيع أليات ومعدات نظافة على عدد من البلديات وقائد الجيش في الجزائر يطالب باتخاذ إجراء دستوري لأعلان شهور منصب رئيس الجمهورية وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزة تونسية تونسيا تيفي بوانتين بقية متابعة طيبة لبرامشنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة